احنا النهاردة هنالتكلم عن قيمة ايه؟ زي ما انتو شفتوا كده هنبتدي هنالتكلم عن قيمة البساطة قيلة قيمة البساطة عندنا في حياتنا تسببت في ايه؟ الاول واحد يقول لي هي علاقة البساطة بالرحمة واضحة كلما الاشياء كانت بسيطة كلما الاشياء كانت سهلة كلما الانسان وجد راحة وجد سعة وجد فهم وعشان كده غياب قيمة البساطة عمل لنا ايه؟ عمل لنا تعقيد في العلاقات وتسميم فيها غياب قيمة البساطة بالمناسبة من اهم اسباب الوسواس تخيلوا وكمان غياب قيمة البساطة خلال حساسية كتير عند الناس تخيلوا ان قيمة البساطة دي من اهم الاسباب اللي زودت السمات السبعة اللي موجودة في الانسان المعاصر وبتعوقه عن انه هو يوصل لماذا؟ يوصل لغاية مراده ايه الحكاية؟ البساطة زودة الفردانية البساطة زودة المزاجية البساطة زودة التشكك غياب قيمة البساطة زود التشكك وزود الاحباط وغياب قيمة البساطة زود كمان المظلومية وغياب قيمة البساطة تخيلوا زودة كمان الحساسية وزودة كمان العشوائية ايه ده كله ده؟ ايوة لان غياب قيمة البساطة ما تتصوروش الناس حاجة سعر غياب البساطة ادى الى غياب الطيابة الناس بقوا مش خلصين والناس عندهم عبارة كده بتبين ان البساطة هي السبب ده يقولك فلان مسالك يعني مش بسيط مش هين مش لين وعشان كده كمان كترة غياب قيمة البساطة خلى كتير من الناس يقولوا ايه انا مش ما فيش حد يفهمني ليه؟ لان يتبقى فيه التعقيد ده خلى الناس عندها قدر كبير من التعقيد اللي يخلىهم حسين انهم محدش قدر يفهمهم تخيلوا غياب قيمة البساطة خلى الواحد سريع الكآبة الكآبة بقت كتير عشان الناس ما بقتش بسيطة الناس بقت تشيل عشان الناس ما بقتش بسيطة البساطة بقى المفاجأة البساطة قللت الرضا عند الناس غياب قيمة البساطة قلل الرضا عند الناس ما بقتش اي حاجة تعجبهم ما بقاش الناس عندهم رضا ما بقاش الناس عندهم راح تخيلوا غياب قيمة البساطة وصلنا لإيه قل الإبداع عندنا الناس متصورة أن كلما الأشياء كانت معقدة كلما الأشياء يبقى فيها إبداع وابتكار ده مش حقيقي عارفين نيه لأن البساطة البساطة كده في التعريف السهل بتاعها هو العيش بالعفوية وسلسة الطبع وسلامت النية مع البعد عن السطحية والتعقيد عشان بس ما حدش يقول إيه بسيط يعني إنسان زهزق أو إنسان مش داريان باللي حواليه لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شوف بساطه يقول ما أنا إلا عبد أكله كما يأكل العبد وأجلسه كما يجلس العبد الله على بساطك يا حضرة النبي وعشان كده لازم في البساطة ما نخلطش ما بين البساطة والسطحية أو التصطيح وما نتهمش البساطة إن هي نوع من أنواع السزاجة وعدم الخبرة البساطة نديق ويتخلي البساطة نتيجة عن البعد عن البحث والفكر العميق لا البساطة نوع من أنواع التنور الإنسان كل ما بيبسط المسألة كل ما بيدل على إنه إنسان منور البساطة نتيجة عن بعد عن البحث والنظر فهل الناس محتاجين لأنهما يتقربوا على البساطة؟ الحقيقة آه إحنا محتاجين لده زمان كان الواحد فينا كأنه بيتولد وبيعيش في وسط المجتمع لأن المجتمع كان بسيط ما كانش فيه حد عايز يقفل التاني على الوحدة طب إيه أسباب خوف الناس من بساطة اللي خلاهم يعملوا كده؟ كتر مخاوف الناس بقت خايفة فتقولك إيه أفكر في الاحتمالات وكتير بقابل الناس يقولك الأصل إن أنا أعمل بالسيناريو الإسود السيناريو الإسود ده ما يجيش من غير سبب ما ينفعش تعيش طول حياتك على السيناريو الإسود وتعيش طول وقت بتعقد في حياتك كمان الناس فقدت ثقة فما ما قيتش بتتحمل إن هي تعيش ببساطة وإن زيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الذين يدخلونها الجنة ده الهين اللين السمح كمان الناس بتخاف من الفقد بتخاف لو إن هي بقت بسيطة تفقد فرصة أو تفقد عزيز عليها فما تخافش فالإحساس بالفقد ده بيخليه يفضل يعقد المسائل عشان الفرص ما تضعش منه على فكرة ده اللي بيحصل للبنات لما بيعقدوا على نفسهم وعشان كده فرص الجواز بيطلع منهم عشان هذا التعقيد أنا خايفة لا يضع مني فتفضل تعقد المسائل وإن تعملش ببساطة فتيوصل للمسألة إن هي تفقد الفرصة أو نفس الكلام مع الخطيب لما يروح يخطب واحدة فقعد يعقد المسائل أنا عايز بس أبيلهم شخصيتي ويفضل يتكلم كلام معقد أو يفضل يتعامل بطريقة معقدة أو يفضل يفكر بتفكيرات متعددة فيها تعقيد فاديع الفرصة منه كمان اللي بيخلي الناس ما تبقاش بسيطة تعميم المواقف السلبية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا وإحنا بنتعامل مع الناس نتعامل وإحنا سليم الصدر حضرت النبي لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم سليم الصدر ويا سلام بقى على الصراع والصدام اللي هو موجود في حياتنا واحد يقول لك الدنيا مليانة صراع والصدام وإنت عايزنا يبقى بسيط إزاي الكلام ده هي العالم اللي إحنا فيه والغابة اللي إحنا فيها دي تنفع لواحد بسيط هتاكل عضيعة ولكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الناس دولا في حمى الله وفي أمن الله سبحانه وتعالى وذلك الإنسان البسيط ده هو في معية الله وفي نظر الله سبحانه وتعالى وكمان البساطة كمان بتبقى مهددة وتطلب في ظهرها لو الإنسان متمحور حول ذاته شايف المسألة من وجهة نظره بس ومش شايف الناس فإن اللي بيحصل فتبقى البساطة مش موجودة البساطة يا سادة متهمة من الطرف المعقد اللي هو بيسميها التفاه ودي مش كده طب إيه أهم حاجة ممكن نحصل عليها لما نكون بنعيش البساطة البساطة بتساعدك على إنك أنت تكون أكثر تنظيم إنه أقل فوضى ليه؟ عندك وقت لكن لما تكون أكثر تعقيدا تلاقي الوقت بيديق عليك هقولكم حاجة سر والله إن البساطاء اللي ما بيعيشوا بالبساطة أوسع الناس وقتا وزمنا وراحة الشخص البساطة عنده وسع البساطة جاية من عالم الوسع والبساطة بتساعد الإنسان على الراحة ما يبقاش حاسس إنه هو دايما بيجري وفيه حاجة بتجري وراه عارف البساطة ليه؟ لأن البساطة هو أكثر الناس تضيقا لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه البساطة بتساعدك على التركيز لأن أنت بتسيب ما لا يعنيك وتركز على المهم في حياتك كمان البساطة بتساعدك على التوازن بين مسئوليات الحياة لأن الأولويات بتكون واضحة يبقى تبقى الأولويات واضحة لكن لما تعقدت لني وتدخل نفسك في تحديات وتدخل نفسك في تعقيدات أولياتك ما بتبقاش واضحة وعشان كده ما بتقدرش تكون مركز وقدر تنكس بسرعة كمان البساطة بتساعدك على أن تنظيم الوقت بسهولة عشان بتلغي عليك أباء أنت حطت نفسك فيها بدون داع وتزاعدك كمان على الإبداع واحد بسيط ما يفكرش تفكير منور وتفكير وأنا بقول كده أن دايماً المبدع البسيط ده بإبداعه بيجي بالإلهام إبداعه بيجي من مدد الله لأنه انبسطة لمدد الله انبسطة لعطاء الله فكان أفقه واسعاً فربنا أمده بهذا ولذلك البساطة بتساعد الإنسان على الاتفاة الجمال اللي حوى ليه ما يبقاش عقينه دايماً عليها سواد وعليها غشاوة البساطة يا سيدي تجعل الإنسان رحيم بذاته مش بيكلفها فوق طائطها وبيقدر نعم الله يشوف نعم ربنا ويقدرها وعشان كده تفتحه باب للرضا ودايماً بيحاول يشغل النعم فيحاول وهو عنده نفس وعنده شغف ومش عجول البساطة بتخليه الإنسان رحيم بالناس كمان وبيقدر يشوف الجمال اللي فيهم لما يشوف حاجة حلوة في حد لأنه بسيط يقول الله لأنه هو مش معقد ويفضل يسأل عن أسباب الحاجة اللي عنده دي لغاية ما يموتها لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الحسن ويتغاضى عن القبيح ولذلك البسيط بيعيش مع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته بسيطة زي ما في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول عن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخوة أبركم بمن يحرم عليه النار طب ليه بيحرم على البسيط النار عارف ليه لأن البسيط حصل نفسه من الوقوع في الأسام وفي غمط الناس وفي الظلم وعشان كده عمل الحجاب من النار بالجمال اللي حواليه البسيط محب للجمال فحجز نفسه على النار فلزاك حضرت النبي بيقول لهم ألا أخبركم على من تحرم النار بمن تحرم عليه النار على كل هين لين قريب سهل وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو كان أعظم بسيط أعدوا الناس يغنوا ويترنموا سيدنا النبي حنين سهل كده ولين وزاك حضرت النبي بيقول لي السيدة عائشة يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وعشان كده هو ده اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعله بيبعت لنا رسالة دايما إنه ما أخوي ربينا أمران إلا اختار أي سرهما ولذلك لو حبينا نشوف إيه الحاجات اللي ممكن تساعدنا على إن إحنا نبقى بوسطاء أول حاجة تعالوا نعلم أولادنا إن إحنا لا نسعى ولا نحب الحكم على الناس توقفوا عن تعليم أولادكم إنهما يحكموا على حد توقفوا لأن الأحكام على الناس ما تخليكش بسيط ما شفتش حد بيحكم على حد إلا وبينقب عما في الصدور وهذا هو سوق الظن وهذا هو الظلم علموا أولادكم إنهما يتوقفوا عن الحكم على الناس في فرق كبير جدا جدا من إنه يطلب منك تقييم فتشوف الخير والشر أو تشوف الحسن والقبيح فتتكلم عن الحسن وإذا سئلت عن القبيح تضعوا في حجمه ده لما تكون إنت من أهل التقييم ومن أهل الحكم لكن ما تعلموش أولادكم ده توقفوا عن تعليم أولادكم الحكم على الناس ده مهلك إنتوا بتخلوا أولادكم يتدمروا بتهدوا أولادكم إنه ساعة ما يتعلم الولد إنه هو يهدم الجمال في اللي قدامه هو بيهدم جماله هو وإزاي تعلموا أولادكم إنهما يتوقفوا عن الحكم على الناس ما تسألوش أولادكم فلان ده وحش صح ما تسألوش أولادكم كده هو لو جم يكلموكم علموهم إزاي يشوفوا الجمال اللي في الناس الأمر الثاني قولوا على الحاجات الحلوة اللي في أولادكم وزهروها وبرزوها إنت جميل أوي جدا 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 إنت مشاء الله عليك بتسمع حلوة مشاء الله إنت طيب إنت بتتألف مع الناس استمر على كده على طول ده إنت عارف إنت لو استمريت على ده الناس هتحبك والناس هتبقى قريبة منك والناس هتبقى صادقة معاك لكن يجي ابنك عنده حاجة حلوة فتطمسها مش هيقدر يعيش وعتساوت ليه حياته وعتساوت رؤيته ولازم التربية تكون مهمة جدا إن أنت تعلم أولادك عشان يقدروا يعيشوا ببساطة علم أولادك إنهم يقسموا المهام لأجزاء صغيرة ما تعلموش إن هو يعيش المنبت ده إن المنبتة لا أرضاً قطعة ولا ظهراً أبقى علموا أولادكم إنهم يعيشوا بتؤدة ويعيشوا بأنا ياخدوا الأشياء حاجة حاجة وأول ما ياخدوا حاجة وينجحوا في تنفذة هنوهم وشجعوهم وسقفوهم واسنوا على كل خطوة بيقطعوها إلى أولادكم كده يعيشوا في حالة جميلة ورائعة ولازم نعيش كده بعد كده لازم تتعلموا إن أنتم تتناقشوا مع أولادكم وتاخدوا رأيهم في الموضوعات مهما كانوا بيقولوا فكرة بسيطة اسنوا عليها عشان يتعلموا إن الحياة ممكن الواحد يدخلها ببساطة من غير أي تعقيد وهو تنسوا اللبنة اللي بتربط كل الحاجات اللي بقولها لكم ده علموا أولادكم إن البسمة عبادة وعلموا أولادكم إن البسمة بلسم وعلموا أولادكم إن البسمة حياة يا رب احيينا على الدوام بالجمال وجعلنا من أهل البساطة لأننا نريد أن تنظر إلينا بجمال اسمك الواسع الباصد فيا باصد أبسط أنفسنا لنكون أجمل وأرحم وأشد وأكثر خيراً يا رب العالمين يسد لنا الخير ويسد لنا الرحمة ويسد لنا الجمال بجمالك يا جميل يا رب العالمين